أكد رئيس المكتبين التنفيذيين للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظتي ذمار والبيضاء على أهمية مد جسور التواصل مع شركاء النضال والعمل السياسي في سبيل تفعيل الحياة السياسية جاء ذلك خلال حضورهم اختتام برنامج تنمية القدرات السياسية بعدد من قيادات العمل السياسي الإصلاحي بالمحافظتين والذي تقيمه الدائرة السياسية للإصلاح بأن بالأمانة العامة وحث رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بذمار الأستاذ ناصر مجلي على أهمية نشر الوعي السياسي وتقديم خطاب يواكب المرحلة منوها بضرورة العمل على الاتحام بالجماهير وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وتجسيد روح الشراكة مع بقية القوى السياسية من جهته شدد رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالبيضاء دكتور أحمد الشاوج على ضرورة تطوير وبناء قدرات العاملين في المجال السياسي بما يحقق رؤية الإصلاح ويعزز جهوده نحو إعادة الحياة السياسية التي جرفتها الميليشيا ترجمة نانسي قنقر